موسيقى حزب الحرية ينتقد الرئيس النمساوي ويتهمه بالغموض تصدر حزب الشعب في انتخابات مقاطعة فورال بيرج كاريتاس تدعو الى الاتزام بحق اللجوء واصلاح نظام المساعدات اعتقال شاب مدسويسري مشتبه به في تهديدات ارهابية وانتهاء فترة السفير الايراني باقربور في النمسا واخيرا نفوق 14 خروفا نتيجة هجوم بزئب في النمسا السفلة مشاهدين الكرام من النمسا ميدا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الاخبار لهذا اليوم الى التفاصيل هاجم زعيم حزب الحرية هيربت كيكل رئيس الجمهورية اليكزندر فاندا بيلن ورئيس حزب الشعب كارني هاما قبل بدء جولات الحوار لتشكيل الحكومة مشيرا الى نتائج حزبه في الانتخابات البرلمانية والمحلية واكد كيكل في مؤتمر صحفي ان حزب الحرية حقق نتيجة تاريخية مع زيادة الدعم الشعبي بنسبة 14% في ولاية فرالبرغ كما انتقد كيكل مواصفه بالغموض السياسي مؤكدا ان نتائج الانتخابات واضحة وان على الاحزاب التحلي بالوضوح والجدية واكد السكرتير العام لحزب الشعب كريستيان ستوكر انهم لا يزالون يستبعدون تشكيل حكومة مع رئيس حزب الحرية كيكل حافظ حزب الشعب النمساوي على المركز الاول في انتخابات برلمان ولاية فرالبرغ رغم خسارته 5.3% حيث حصل على 38.3% من الاصوات وتتيح هذه النتائج للحاكم ماركوس فرلا خيار تشكيل اتلاف مع حزب الحرية الذي حقق 28% من الاصوات في نتيجة قياسية او مع حزب الخضر بـ 12.5% واعلن فيلنر انه سيبدأ مشاورات مع جميع الاحزاب لتحديد شريك الاتلاف ومن المتوقع ان تشكل الحكومة قبل الجلسة التأسيسية للبرلمان المحلي وتأتي هذه الانتخابات بزيادة ملحوظة في نسبة المشاركة التي بلغت 68% دعت رئيسة منظمة كاريتاس نورا موزل بيخيلر الى الالتزام بحق اللجوء في النمسا مؤكدة ان اللاجئين يهربون من ظروف قاسية مثل الحرب والتعذيب وشددت نورا على اهمية بدء عملية اندماج اللاجئين في المجتمع من اليوم الاول لوصولهم مشيرة الى ان نقص دورات تعليم اللغة الالمانية يعيق الاندماج بشكل فعال كما طالبت باصلاح شامل لنظام المساعدات الاجتماعية في النمسا لضمان حصول اللاجئين على دعم كاف مؤكدة على ضرورة تحديد حد ادنى للمعاشات وضمان الرعاية الصحية والتعليم للاطفال واشارت الا ان عدم توفير الدعم الكافي للفئات الاكثر ضعفا فيؤثر سلبا على المجتمع باكمله حددت السلطات الامنية النمساوية موقع المشتبه به في التهديدات الارهابية حيث عثر عليه في سويسرا وهو شاب سويسري يبلغ من العمر 20 عاما وحسب التحقيقات يعتبر المشتبه به الرئيسي في ارسال 27 تهديدا بالقنابل عبر البريد الالكتروني استهدفت محطات القطار والمدارس ومراكز التسوق وقد ادت هذه التهديدات الى تنفيذ عمليات اخلاء واسعة واثرت على حركة حوالي 450 قطارا مما تسبب في تعطيل شديد لحركة الركاب واعلنت وزارة الداخلية عن اصدار مذكرة توقيف اوروبية بحقه حيث يتعاون مكتب حماية الدولة مع السلطات السويسرية للتحقيق في القضية التي لا تزال قيد التحقيق انهى السفير الايراني عباس باقرابور اردكاني مهامه في النمسا بعد اربع سنوات من الخدمة بحسب ما اعلنته وزارة الخارجيات النمساوية واوضحت الوزارة ان فترة ولاياته انتهت بشكل طبيعي في نهاية سبتمبر 2024 ليعود بعدها الى ايران وجاء رحيل اردكاني في اعقاب استدعائه من قبل الخارجيات النمساوية في اغسطس الماضي بسبب استخدامه رموز ميليشيا حزب الله التي تعتبر منظمة ارهابية في النمسا من جانبها رحبت رئيسة الكتة البرلمانية لحزب الخضر سيجرود مورا بهذه الخطوة مطالبة بان يلتزم السفير الجديد بالقوانين النمساوية ويعترب بشكل قاطع بدولة اسرائيل شهدت منطقة يبستال في النمسا السفلة حالة من السعر بعد هجوم يعتقد انه من ذئب حيث تم العثور على خمسة خراف ميتة وتسعة مصابة بجروح خطيرة في مرعا واوضح الفلاح صاحب المزرع ان الهجوم وقع صباح السبت في ظلوف ضبابية مما جعل من الصعب ملاحظته حيث تعد هذه الحادثة الثانية من نوعها هذا العام بعد هجوم سابق في يوليا وقد تم اخذ عينات DNA للتأكد من تورط الذئب ويطالب المزارعون بتجديد قوانين ادارة الذئاب في المنطقة لحماية ماشيتهم كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفقرات على هواتفكم كنت معكم انا ممدوح مكين امسيا سعيدة والى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة